حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ ناصر بن خميس السيابي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أهلا ومرحبا بك نلقي الضوء بداية على القرار الوزاري الأخير رقم 9 على 2023 الخاص بالمساعدات السكنية ما الجديد الذي يحمله هذا القرار؟ القرار يتماشى مع التوجيهات الحكومة الهادفة لتحقيق محور الإنسان والتنمية في رؤية عمان 2040 يتضمن القرار الوزاري رفع قيمة المساعدة السكنية لتصبح 25 ألف ريال عماني للأسر المكونة من 2 إلى 3 أفراد لبناء مسكن أو إعادة البناء بشرط أن لا تقل مساحة البناء عن 140 متر مربع ويحق أو يجوز للمستفيد من المساعدة السكنية المساهمة لمن يرغب المساهمة بشرط أن لا تزيد نسبة البناء عن 250 متر مربع كذلك يتضمن القرار الوزاري رفع قيمة المساعدة السكنية لتصبح 30 ألف للأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر بشرط أن لا تقل مساحة البناء عن 190 متر مربع وفي حالة رغبة المستفيد من برنامج المساعدات السكنية أن لا يتقاوز نسبة البناء عن 300 متر مربع طبعا يطبق هذا القرار على الحالات التي لم يرتبط عليها ماليا السابقة نعم إذن هناك زيادة في سقف المبلغ المخصص للمساعدات السكنية طيب ماذا عن التساؤلات الواردة من المواطنين عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تلبية طلبات المساعدات السكنية هناك حقيقة عدة عوامل تؤدي إلى التأخير في تنفيذ الطلبات السكنية منها يتعلق بالاعتمادات المالية وخاصة خلال السنوات أو السنوات الماضية بسبب اللزمة المالية والاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام وهناك أيضا بعض الإقراءات الإدارية حيث تقوم الوزارة سابقا بدراسة هذه الطلبات يدويا وهذا يستغرق وقت وقهد لدراسة هذه الطلبات حاليا الوزارة تقوم بمبادرة وهو الربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول أو للوصول إلى المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج المساعدات السكنية وبلا شك أن التحول الرقمي سيساهم في تبسيط وتسريع الإقراءات وخصوصا تقليص قائمة الانتظار الإسكان الاجتماعي ماذا عن الاعتمادات المالية المخصصة هذا العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي وأيضا كم طلب سوف تقومون بتغطيته في هذا العام بمشيئة الله تعالى تم تخصيص مبلغ 35 مليون ستستفيد منه أكثر من 1200 أسرة وبخصوص برنامج القروض الإسكانية والذي بطبيعة الحال تم نقله إلى بنك الإسكان ماذا عن هذا الملف؟ تم الانتهاب من نقل محفظة القروض الإسكانية أو البرنامج القروض الإسكانية إلى بنك الإسكان وتم معالجة بعض التحديات بهذا الملف وكانت التحديات تتركز في اللعفاءات التي صدر بها الأمر السامي في العام المنصر والحمد لله وصلت عدد الأسرة المعفية من ضمن هذا البرنامج أكثر من 1600 حالة بمبلغ يتقاوز 29 مليون وخمسمائة ألف ريال عماني هل تتوفر لديكم أي إحصائيات حول قيمة المساعدات الإسكانية مثلا لآخر ثلاث سنوات وكذلك عدد الطلبات التي تم تلبيتها نعم تشير الإحصائيات الإسكاني الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الأسر التي استفادت من هذا البرنامج برنامج المساعدات السكنية تقاوز 4341 أسرة بمبلغ يتقاوز 121 مليون ريال عماني هنا أود حقيقة أن الوزارة تثمن جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على مبادرتهم ومساهمتهم في هذا البرنامج برنامج المساعدات السكنية حيث على سبيل المثال خلال عام 2022 وصلت المساهمات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقريبا تتقاوز 10 مليون و800 ألف ريال عماني شكرا جزيلا لك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني شكرا